اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولاعبين السابقين مع دائما مباريات بدكريات الطعم الماضي والزمن الجميل أن يكون معنا منكم تعلمنا سي محمد رانق سبق الضيوف أن يكون معنا أحد الأهرامات الإعلامية غياضية بالمنطقة الشمالية سي أنسا السودو كذلك يكون معنا الإعلام المتألق وشاهد العصر على الرياضة بالمنطقة الطانجاو وشامل كذلك إلى جانب السي أنسا السودو سي محمد الأخ الصادق والأستد دينا جميعا سي محمد الصمدي سي يكون معنا كذلك من مدينة تيتوانو وإن كان هو لعب كذلك مع فرق تحاد الطانجاو المغرب التيتواني سي علي بجوه ولازل مؤطرا لمدرسة المغرب التيتواني أتمنى له تتوفيق في هذا المشوار وساعد بشي يكون معنا كذلك السي محمد السابق السيمو واللي يمكن يكون الإحصائيات والحسابات ما قيم تأكدنا شي ما عفنا شي حالس الجد يالأهدف أنه نركز على البطولة الاحترافية والمناسبة أن الجولة دي اليوم الأحد إن شاء الله واللي تقاربت يمكن هذي تلعب مركب أمير مولي عبدالله بالرباط هي كتدرج في اللقاء رقم 24 بين الغارمين التقليديين وإن تماني انتصارات لكل فرق وتعادل يمكن نشوفه هذا واشتال تكون تهيب نتيجة بتعادل ويكون تعادل في كل شي سنرحب بالسعال ونمشي على السيليمين وإن كان اليوم جاءت على السيليم سنرحب بالجامع ومراحبا بكم وشرف لنا في جريدة اللاكورنيك في موقع 365 ودائما بشاركة مع الصفحة كورة 24 ومشكورة حمزة بويه والمخرج دي الحلقة اليوم مع تحية خاصة للمخرج الأخر اللي هو في صفحة نتمنى ولو أعودة سليم إن شاء الله محميبك سعالي سلام عليكم أولا شكرا عن السدافة الحق وتانيا كان يحصل للشار من حضر مع الدوجه هذه أنا صراح لسي محمد والسيئناس والسي محمد السيمو وتبارك الله لهم عندهم تاريخ كبير في الرياضة وفي كورة القدم وشكرا جزيلا عن السدافة وتحية الجمهور الرياضي شكرا محلو سيد محمد أنت فضلك شكرا زميل رشيد حديفي أنا بدوري كذلك أشكركم على هذه الدعوة وهذا أول لايف أنا في حياتي لأنه دائما لم يكن لي موقف ولكن كنت أتجنب حتى لأن مسألة ديال إرضاء الجامع كان صعبا علي وطبيعة هذه التقنية الإعلامية هي نفس التقنية الإعلامية التي نشغل بها على مستوى الإدعاء والتالي كان دائما عندي هرومت لايفات ولكن دعوة الأخ والرافيق والزميل والصديق نوردين فيلالي كانت أكثر مني فليهذا البيت هذه الدعوة كذلك طبيعة الموضوع المتناول هو أنه يجب أن نناقشها يجب أن نعطيه بعض الإشارات لعلنا أنه نساهم كرياضيين كإعلاميين في إيجاد نوع العلاقة التي خصتكم المفرود ما بين طانجة والتطوان لا أقول المغرب تطواني واتحاد طانجة لأنه تجمعنا العائلة تجمعنا يجمعنا التورة كذلك ننتمي إلى نفس المنطقة يجمعنا كذلك التاريخ وبالتالي حضوري في فعاليات هذا اللقاء أعتز به كذلك أرحب بالأخ دينا العزيز الصديق والرافيق منذ الزمن الجميل سيد أناس الصردو الذي تجمعنا به وحل علاقة نتمنى من رياضيين أن طبعا يقتبسوا العلاقة التي تجمعنا نحن كإعلاميين مع الإخوان دينا الزملاء دينا الإعلاميين في مدينة التطوان كذلك سعيد باش نكون مع الأخ دينا الصغير لواس محمد السابق سيمو التي تجمعنا به كذلك وحل العلاقة إحنا بدنا المشوار دينا هو ما زال في الفئات العمورية لفريق التحط تنجا توتضت هذه العلاقة وأصبحت كذلك علاقة مع الحاج الأب الله يرزقه صحة والعافية كذلك مع الأخ العزيز علي وليه اللاعب السابق دي الجوج دي الفراق المغرب التتواني واتحط تنجا أنا بشنا نعطي الميكرون الزميل دي سيانس السردو نتمنى الشفاء العاجل الوحد جوج دي القدماء اللاعبين دي الفريق التحط تنجا سي عمر زبيري الذي خدع لعملية جراحية أمس بمدينة دربيضاء وكذلك السي عبد الرحم البيدي الذي أصيب بوعكة صحية نقيل على إكرها للمستشفى نتمنى لهم الشفاء العاجل نترحم على كل الرياضيين بهذه المناسبة في تنجا وفي تتوان وخصوصا الذين غادرون فدى المرحلة ديل هذا الوباء اللاعين ربما منعنا وحرمنا حتى من تشيعي الجنائز ديلهم الرحمة والمغفرة عليه والشفاء للجميع وشكرا سيدة راشيد شكرا سيدة محمد ونذكر بأن كذلك التعازي القلبية دينا لمكونات المغرب تتوانف وفاة الرئيس السابق أعتقد سي عمر بن نون مؤخرا فضل شكرا سيدة أولا تحية للجميع وتحية للك شخصيا ولسي نرد الفلالي على أنكم تفكرتون على الميدان لا تهيري ولا الإعلامي هذه مدة من فترة ولكن على كل حال بوجودكم ووجود هذا الإخوان وهذه الأسماء اللي عيشنا معهم فترة ذهبية لا في السبعينات ولا في السمانينات ولا في التسعينات ولا إله من هذا وخاصة أننا نتكلم على سي محمد الصمدي أما الإخوان لا سي محمد سابق ولا سي عليهم صغر ولدي ذي البلح ولكن نتعلم معهم في فترة ذي لهم شكرا أنكم تفكرتوني نكون اليوم معكم وخاصة نحن مقابلين على واحد المقابلة اللي هي كتجمع النزل الشماء كله مشي تتوان وطنجا فقط كتجمع المنطقة كلها منذ عرفنا الكرة وأن يمكن لنستحضر واحد الواقعة يمكن يكون عندها تأثير على اللقاء دي اليوم وهو أنني أول مرة كنت دخل ملعب مرشن في طنجا المأسوف على غيابه كانت في الموسم الرياضي 71-72 وكانت مناسبة دي المنتخب دي الشمال مع المنتخب دي الرومانيا وما أدرك من المنتخب الرومانيا اللي كان انتصر على المنتخب المغربي في الدرب بربعة الواحد ثم انتصر على المغرب الفاسي بالملعب حسن تني بفاس بربعة الجوج المنتخب المغربي بعلال والفارق المغرب الفاسي بالهزاز والمنتخب الشمال كان بالحسن الجبليخ المصطفى الحسن اللي عم عتت وانت وممشان سطاته وشدي قصم وبالتالي كان دائما عندي طنجا هي من العمريشن هي ذلك النار ذلك دي المنتخب والعلاقات اللي كانت ما بين الفارقين بشكلوا ذلك المنتخب كانت علاقة متميزة والغريب أن المنتخب دي الشمال وجوج دي الفارق في القسم موطني التاني تعادل مع المنتخب درومانيا بـ 0-0 وباش نعطي واحد مستملحة كذلك بسيطة وهو أننا من بعد ذلك المباراة وانا في الولد الـ 14 أو 15 عسنا الأسبوع الموال ذلك المقابلة في تطوان ثلاثة المرات وانا كانت تخل نسليم هذا أبين لأننا كانوا يعملوا النوضو قبل من الأفلام الأخبار وفي ذلك الأخبار للتأثير دي الكورة القدم والتأثير للعلاقات ديالطانجة وتيطون كيف يقدموا صورة راقية دي الكورة القدم الشمالية نتمنوا أن هذه الجلسة هذه ستحضروا فيها هذا سيد محمد أشكرك سيراشيد أشكر جميع المتتبعين للبرنامج والقيمين على هذا البرنامج هذا الشيق الذي صالح سيعرف الجماهر لا تيطونية ولا طانجوية على تاريخ الديربيات بين المغرب تيطوني والتحاد طانجو كما كنرحب بالإخوان السعالي اللي جوارتوا في التحاد طانجو اللي معوتوا في الفترة الثانية إلى التحاد طانجو كذلك كنرحب بشيانا السردون لشخصية مميزة في مدينة تيطون وليعطش الكثير للكورة التيطونية كنشكر الأخ السمادين اللي صراح واحد من العائلة دينا اللي تربينا ليدو فدائما نصادق ودائما كيجيب المعلومات القيمة دائما كنستفدو منه وكنشكر جميع الناس اللي قيمين على هاد البرنامج هذا سرشد عفو السيمو حمد ولكن كيف صلع الويلة الهرمين بجوش المرجعيين دينا لسيمو حمد والسيئانا سعتوا إشارات على بحل لأنهم شافوا الورقة اللي حضرت أنها تكلموا على واحد الجانب مهم هي فرصة مناسبة ومباردة لكرة القدم ولكن كيف قلت يا سيد محمد هي نشر القيام وكذلك الإشعاع الرياضي وصورة المدينتين وسيئانا تكلم على العلاقة وكان عندي هذا التكامل اللي ينبين الإعلاميين أتمنى أنه يكون كذلك في الجماعي سيد محمد وتفضى لأنه صلب هذا اللقاء هو النقاش الحوار حول مقابلة المغرب التتواني تحت التنجا باعتبار على أنه فريق المغرب التتواني هو الذي يستقبل وأنا دائما حتى في برامج رامليك العبو الجوج راك نقول المغرب التتواني تحت التنجا والتحت التنجا المغرب التتواني لأن أنا أضع الفريقين معا على كفتين واحدة تجمعونا التورة تجمعونا العائلة تجمعونا كذلك الصداقة وبالتالي ربما أختلف مجموعة دي الإخوان باعتبار على أن المقابلة هي مقابلة عادية ما بين جوج دي الفريقين تمون إلى نفس الجهة طبعا هو الخطاب الموجه من طرف كل الأطور التقنية في مثل هذه اللقاءات أنهم يقولون المقابلة عادية يستعدون كما يستعدون لكل المقابلات هذا طبعا شيء عادي بالنسبة للأطور التقنية نحن كذلك ربما في وقت ما ولكن الآن وصلنا إلى نج لا سن لا كذلك ديريتنا لا مرسنا تجربتنا على مدى سنوات عديدة أنه أصبحنا نقول مقابلة هي عادية ما بين الغريمين هو كلاسيكو هو ديربي ولكن أنا أعتقد على أن ما نتبعه الآن لا من خلال هذه المواقع لا من خلال هذه الصفحات من خلال العالم الأزرق أنه تحولت هذه المقابلة من تلك المقابلة العادية التي كانت في مراحل عابرة إلى مقابلة غير عادية وهذا نعتبر أنه خطأ كبير لأن يتبقى مقابلة تحتمل الانتصار وتحتمل التعادل وتحتمل هزيمة أحد الطرفين وبالتالي على أن نحمد الله على أن هذه المقابلة جاءت في وقتها على مستوى البرمجة لأن نحن ما زال في الدورة التعطاش ما زال هناك 11 دورات نحمد الله على أن كيف ما كانت نتيجتها فهي لن تؤثر بأي حال من أحوال على أي فريق سواء اتحاد الطنجة أو المغرب التطواني المغرب التطواني أو اتحاد الطنجة ولكن لا بد ثم لا بد ثم لا بد من الجماهير الرياضية أن تعي بعادية هذه المقابلة فكفانا من تلك الصراعات الخوية كفانا من تلك التعليقات في بعض الأحياء لأنهم جمعين من الشباب لا يعرفون القانون إذا كانت هناك المتابعات ربما رأى تصل إلى درجة كبيرة من تحميل المسؤولية لطرف دون طرف آخر تبقى مقابلة اللي هي عادية ما بين إخوان عادة طبيعة اللقاءات عبر سنوات عديدة ربما متكافئة ما بين الطرفين على مستوى النتيجة كان هناك في بعض الأحيان تحاد الطنجة تنتصر المغرب التطواني ينتصر في أحيان أخرى المغرب التطواني انتصر في الطنجة والطنجة انتصرت التطوان هذه مسائل اللي هي عادية وانا جميل لأن في الكواليس من قبل ما يبدأ البرنامج كان سعالي والسيم محمد السيمو أنهم يدروا على ذلك الزمن الجميل وقال محمد السيمو على أنه نحن كلاعبين علاقتنا طيبة مع كل لاعب المغرب التطواني في ذلك الوقت إذا كان هذو الذين يشكلون الفرجة هذو الذين يواكبون لا من خلال المشاهدة المباشرة ولا من خلال كذلك اللقاءات المتلفزة رأهم عارفين مع بعض روح الرياضية وأصدقاء وربما كتلق وربما علاقات مكالمة هاتفية مع بعض رأيهم فعلى الجماهير أن تعي بذلك حتى ذلك الجماهير على الأقل اللي في عمره الآن 23 23 24 سنة 25 سنة رأي كان صار يمكن أنه كان قدر نلمس للأضر في سن صغيرة أنه يرتكب بعض الحمقات ولكن هذو رأي وصلوا الآن وجلهم رأيهم فتسل القانونية الشرعية ديالهم كذا وبالتالي يجب أن يكون هنا كنج حتى في هذه الجماهير ونحن نربع للمجموعة الجماهير التي نضجت في وقت كانت تناقش هذه المقابلة وحن نوع ديال نرجيسية وحن نوع ديال كذا نعم الحساسية ولا يجب على الجميع أن يتعامل مع هذا اللقاء لأن الأوتور تقنية الآن أوتور تقنية عنا سيدريس المرابط كلاعب صابق ليلة حطانجا وعنا سيدريس المرابط كلاعب صابق ترفضهم علاقات جيدة كيفما كانت نتيجة هذه المقابلة اللاعبون كذلك هو نفس العلاقة ما بين اللاعبين ديال tiتوان واللاعبين والآن لا تتوان ولا مدينة تنجار جهو اللاعبين خارج مدينة تنجار اوما عندهم علاقات مع بعض دياتهم وربما في الأيام الفارغة أو في الأوقات الفارغة رأى تنجا واللاعبين كيزوروا تتوان ود anchor تتوان ويتلاقون مع بعض دياتهم فيجبوا طبعا أن تنطلق هذه المقابلة بهذه الخلفيات الجميلة التي تدخل في إطار العلاقة الجميع. ونسمن الله على أنه مزين تسعو في النقاش إذا كانت هناك محاول. ونمشي إعلامي ثم ملاعب. ورجعنا عن السعالي. قبل أن أقول لك واحد السر. وأنا كانت ناقش مع السي محمد. قال ليس كورا يكون. قال ليس كورا يكون سعالي بيجو. قال ليس كورا يجو. كان حقيقة وقبيبة في الكورا ديالو. ولكن الله عمره سلعه. هل ما نريد أن نسمعه إحنا يا هذه الكلمة؟ الله عمره سلعه وقاديك سعالي. ماذا يمثل بالنسبة للعب؟ وانت كمؤثر. كيف تلك هذا الموعد؟ عشان قلك يا راشيد. بالنسبة للمباردية لتحطة طانجو ولمغرب تيتوان. كنا كنت سنوها كل صراحة. كل عام كنت سمنت لعب ديربيت الشامل. ما بين تيتوان وطانجو. أنا شخصيا كنا كن كنت بشعله كان كي عجي من لعب هنا في مرشن. كنا 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 أول حاجة كنا ندخلو الفيوسير قسنا نشوفه الجمهور شح الكهين. ما كان صقصيوش مثلا على شحاجة. كنا كنقولو وشكي الجمهور. وصراحة تني كتقول الملعب قتلقا جمهور كبير وهذيك وخا مثلا انت حطنجو. كيعني مدلع دغط هو محفيز في نفس الوقت؟ بالعكس حنا ما كنش كعمل لدينا الدغط بالعكس كان كيعطينا حافظ كبير لنقدمه مباراة لدوس المستوى سواء واخص خسرنا او ربحنا ولا ما كدبش عندي ذكريات صراحة متنساش مع مع فارق تي حطانجا يعجبني اللعب ضده كان يحمط اللعب ومع فارق تتوالي صراحة كان يكون لحل جو ممنيز اي واحد يستهل اللعب انا ما نتذكر بعض المباراة لعبنا مع تي حطانجا كان نجو مردد المرشان وكان يصفق علينا الصراحة مجمالة هذه رسالة جماعي داليومة وهذه رسالة هي كاسم محمد مجمالة داليومة تعرف ان جمهوركي صفق المفارقة المنفسة كان نقال لنا لعبنا واحد مباراة وقد كانوا ضربة خطأ لحارس العاقل كان نبلغ لتساح ياسي محمد دي من العاقل وصفقوا عليها جمهور دالت مرشان جادي صراحة صفقوا عليها وكما نجمال سيمو محمد جمهوركي طون يعجبوا السيمو لان كانوا ما زال حال يبدأ صراحة صراحة كان نشوفه كان يشرف المنطقة كان يلاعب مع مع فريق الوطني مع لعبين كبار وكما كان يدخل السيمو ويقولوا إذا كان لعب سيمو كان يشرفوا السيمو ويقولوا لعب كبار عن التحة الطنجة وهذه المسائل التي كانت تعجبني كانوا لا الجمهور كانوا يستمتعوا بالكورة كانوا يشرفوا من المباراة وقبل الجمهور كانوا يشرفوا مستوى ما بين تيتوان وطنجة كانوا يشرفوا كانوا يشرفوا كانوا يشرفوا كانوا يشرفوا وكما كانوا يشرفوا وكما نكمل الكلمة التي قال سيمو محمد نحن لدينا علاقة كبيرة ما بين بعضنا زيما سعى ماشي زيما كنا نعمل بلغة الخشابة ولكن الواقع لدي صحابينا لعبت معهم مع تحة الطنجة كاملين أصدقائي من الصح كنت لقاهم كنت وصلوا مع بعضياتنا كنت بدلوا من صائح مع بعضياتنا سيمو محمد أول كان معنا لعبت معه حصلي الشرف كبير كان كيمت نمسكين بالناس وعيحوا هذي وكيف فهمنا بزاف الأمور وش عان قل لك أنا حصلي الشرف لعبت مع الفارقين بجوش بيهم وأواء كيف سيئناس هو ما يجمعوا الطنجة ولا يمكن أن تفرقهم مباراة أو لا تاني هات كعس العالم دو صلو بجوش بيهم لأن ما مليكي معنا كتاب لغادي فرقنا السيئناس تكلمنا على التكامل دي العلاقة دي الإعلامية في بيمنتهم وعلي جزء الأسئلة السيئة نسوك نعرفك سلا أنه مرجع ما شني هو الثابت ومتغير بين كلاسيكو بين أمس وليوم ووش يمكن نعتبره كلاسيكو مناسبة لإعلامية أنت أولا السم محمد لأن الأوطور المرجعية دينا لإبراز قدرات دي الإعلام الغياضي بالجهة والإمكانيات دينا وربما أسبقتيني نتكلا اللي كانت كاد كاد راودني في هذا الفترة اللي دازت تكميلا أن الكلام اللي قال لي محمد مقد الله عليه ولا الكلام اللي قال لي علي أن نستحضر واحد الحاجة وهو أنه التاريخ الكوروي دينا بعد الاستقلال إلى هذا الفترة الأخيرة دينا هذا الخمسة شعر سنة الأخيرة المنطقة كلها عانت الأمرين والفرق بجوج عنه للمغرب التطواني من جهة والنهضة طنجات ومتيح الطنجة من جهة أخرى وفي الغالي كنا نتلقاه دائماً في المقابلة القسمة 2 ثانية هذا الشعر اللي يجعل هذا وعغم ذلك كان الملعب السنية أو ملعب مرشان أو مدينة تطوان أو مدينة طنجة كتعيش أنه عرص قبل من المقابلة أسبوع كله كل الناس كامنا كتتحدث على ذلك المقابلة وكتسعد للي غاديمشوا من طنجة أو بالعكس أو بداخل المدينة اللي غا تستضف ذاك الحادث هذا وطبيعة الحال كان وسائل الإعلام كانت لعب دور كبير لتهيئ ذلك الظروف الرياضية وحنا ما ننسو شي نحن مقترن حتى بالإعلام الإسباني وحين كنا نسمعوه ذلك الكلاسيكو أو الديربيس للعندلوج أو الباسكو أو إلى أخيره كيكون ذلك النغمة وكنا نحاوله ما أمكان أننا نحتني حتى نحن نعيش ذلك الفترة وما ننسو شي وعلى حاجة إذا عالت تنجة لعبت واحد دور رائع في واحد فترة عمل فترة وإحنا كنتبع كمول قبل ما امتهى لا تسير ولا صحافة وإلى أخير المرحومين لا سيء المحمد الغربي ولا سيء البغتي يمكن نقول لك بالدريجة قلب الدنيا وكانت الإذاعة تنجة في البرنامج الرياضي كأنه خسيمة رهية قرسية في الكادينة سر تماما وخلق واحد الزبناء أو المستمعين خاصين من ذلك البرامج وتأثرت مباشرة الكورة تطوان والتنجة وذلك الكلاسيكو تأثروا واحد تأثير ما بعد هو تأثير رحمة الله عليهم ذلك الناس ولكن اللي يقدر مشعل منهم كذلك حينما كنا نسوم بشي أن الإذاعة تنجة الآن كتلعب دور كبير فهذه المجالة ده إذاعة تطوان نسبيا حتى هي كتلعب دور دياله الزمالة الصحافيين وإن كانت الأمور تغيرت لأن التغير هذا التكنولوجية وهذا العالم جديد وهذا العالم التقنية دياله زولتك شوية الخصوصية أن أصحب الأقلم أصبح القلم هو يحلل الوضعية لا يمكن شيء يكون مؤثر مباشر فإذا الصحبة أو الصداقة التي كسبنا مع الإخوان ديال الصحافة الطنجة كلهم بعض منهم أساسي ديالي منهم سي راشيد المدني تحية خاصة سي راشيد والسدريس مهاني كذلك سي محمد سعيدي هذه المجموعة دياله كانوا تماما هذو الناس كانوا فتح لي الطريق بس أن نعرف الأباجادية ديال الإعلام الرياضي بالخصوص ولكن كانت الإعلام كيوجه الإعلام كيأثر لعن المستوى التسييري يعني كانت الشخصية اللي كان عند هذه الصحافيين والإعلاميين كان المكاتب المسييرة وأنا كنت تحدث على تطوان بالخصوص ولكن بالتأكيد حتى فطنجة أن المكاتب المسييرة كانت ألف حساب للرجل الإعلام إذا قرأ وكتبع له مقالات دياله وكتبع الانتقادات دياله وكتبع وكتبع للنقاش في ذلك كان منظر موجه تماما هذا الله هذا البعد اللي اليوم ما افتقدناه بدنا كان افتقدوه بأحد درجة كبيرة النقاش الموضوع آخر ما كنت تحدث هناك يجيني في بالي وهو كما قلت أننا حين كنا في القسمة الثانية كانت نموذج للتتبع حرارة وكان كل مدينة تنتصر كل جمهور ينتصر حاجة مشروعة ولكن كانت اللقاء ديالتانجات كان عرص الآن في هذه الفترة الأخيرة التي طورت الكرة لا بالإمكانات المادية ولا بالجهيزات ولا بالدخول من العالم بالاحتراف وإخيره أصبحنا أكبر الأحداث اللي وقعت لا رياضية ووقعت في هذه الفترة الأخيرة وهذا ربما كان شهدنا بها كاملين ربما ذاك الشبكة العنكابوتية كتلعبوا حد دور أساسي لأننا ما كان شيء اللي كي يفرز الصالح من الطالح وتركبت عند الناس واحد المجموعة ديال العقد في حين أننا كمنطقة ديال الشمال الآن الفترة هذه هي حنا كنعيش الأوج ديالكورة القدم ديالتتوان وطنجة لأن جوج الفارق بجوج بيهم في القسم وطني الأول وبجوج بيهم في زوب البطولات اللي ما كان شيء كانت جيناه أنا شخصياً كنقوله وكنعودة حتى في الحلامة عمري ما حلمت أننا ديالتتوان تكون بطالة هذه المغرين وهي فيها الويداد والراجها والجيش وهذا حتى أصبحنا فوزنا بالبطولة لا ديالتتوان ولا طنجة إذن الآن شنو خصنا نعملو خصنا نعملو يدفيد وخصنا كيف يمكننا نقصره عن المحيطة ديالنا احنا كمسيئ كمسؤولين أنا كنتكلم هذا بالإسم للمسؤولين أما أنا بعيد اللي في الدم المسؤولية لا المسؤولية للبلاد ولا المسؤولية ديال الفيرق ولا واحدة مجموعة للجمعية للمجتمع المدني خصوهم يلعبوا ودور ديالهم بيس يأطروا على المحيط اللي هو الآن مشتعل وما كان يشي الرئيس اللي يمكن يقود هذا الجمهور للأفضل احنا دبا هدي عام ونص واحنا يا الجمهور ما كان يشي في الملعب وكنا نتمنى أنه في أقرب وقت يتفتح نطلب الله في الموسم المقبل شنو هيا أنا ننفتح ديال ملعب من جديد شنو شنو التواصل اللي كان ما بين هاد الجهات اللي هي معنية بالأمر مع هاد مع هاد الجماهير اللي غي يقصد تأبطار شنو عارفين إليها مع عارفين تايشي حاجة مع عارفين تايشي مجود غادي نفتحوا من ملعب وصورة مولانا شنو كيمكن نعود غادي نصطضموا به من أحداث حتى نبقي وربما لي قدر أننا نتمنى ولكننا بقينا بلا جماهير مع العلم أن الكورة هي الجمهور وبدون الجمهور الكورة كانت فقط واحد شي كبير ديالها سي محمد خلي خلي الميكور عندك ودبا اللي قل سعين احنا كنا كنا نعفوك فتن مدلل ديال الاتحاد الطارجة ودبا حتى ديال جماهير التسيطوانية سي محمد سي محمد ذكرنا في شي دكريات ديالك مع الكلاسيكو كيفش كتبت فهو ديربي بسي بنكها بحل نقول أوروبية بنسبة تطوان وطنجا فصراحة بنسبة الأقميصة اللي كنا 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 لعب بهم ولا بنسبة الجماهير التصرف الجماهير الحوضور فصراحة كنزا بحل كتحس راسك لعبش ديربي أوروبي إسباني مثلا اللي لعب حكم إسبانيا أقرب لنا وهم كذلك كانوا كيشاركو يمكن في بطلال إسبانيا وقلنا لما خدتني الذاكرة تلاتي كنتي تتوان فكنا كنا نحسوا ومني كتحارب ذاك الديربي فصيما نحن كنا نستعدوا كتكون عندنا حط قوص خاصة في تدريب لف بلنمكي وجد لأن علاش كتلقى بأن راجما يرغى في رغى يتصلنك يوم المقابلة وكما قال علي على الدكت علي قتلك بأن راه كان قبيباح 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 ولكن كراويا وكانت عنده تباك الله يسرى مهمة جدا كان قبيباح كان قبيباح ولكن في نطاق داخل اللعبة المنافسة صراحة فردوا إلى الديربي فصراحة تشعر بأن من يتدخل تقرب الملعب من الفندق وردوا من الملعب وردوا من الملعب أو في المنطقة في تيطوام وفندما يتدخل وردوا من الملعب ومعات الصارغة وغير ومعات الصارغة ومعات الصارغة تحفظ لن تخاف ومن ثم تقول لم يكن لدينا صفر الأربية لكي نبدأ المنزل فصراحة كانت هناك أهداف جميلة كانت لقاءات كانت ريتم عالي كانت تقالب بعض المرات تلقى شيء موقابلة تلعب بشكل ريتم موين لكن بالنسبة لكي طوال كانت تلعب 100% هم كذلك نفس الشيء بالنسبة لهم الحمد لله دا سؤال العلاقة كانت تلعب بالنسبة لكي نحس برصي فطنجة كانت تلعب غريب قلت أن الناس نسوني ولكن صراحة كيف يتهلوا فيها بثاك ويشفت المباراة الأخرانية كيف سستقبل الجمهة أخرى نفسنا عن أسللين ناسي محمد الصمادي وبعد الإخوان صايفتوا اسئلة لماذا لا يكون لا يكون الكلاسيكو مناسبة لترويج المنتوج الكراوي دي المدينة والمدينتين الجارتين بجوج وفي نفس الوقت إعادة وإحياء الأمجاد اللي قلت سي آناس اللي قلت تكروب بالسنوات دي الزمن الجامل طيب غير هو قبل أن أجيبك عن السؤال عطفا على ما قاله زميلي وأخي وصديقي سيدي آناس وكذلك ما قالها كل من سيمو وعالي وهذه المقابلة حتى الإعلام كان يستعد الدولة في السابق لأننا نحن بقي كان أقال في مرحلة دي الأواخر تمانينيات وبداية تسعينيات هم كانت عندهم جمعية دي الأصدقاء الصحافة الرياضية ونحن كانت عندنا هنا جمعية طنجة للصحافة الرياضية وهذا موضوع آخر لماذا لم تكن هناك لا جمعية مغربيا الصحافة ولا كذلك الرابطة ولا كذلك لأننا كنا نحاول نحن في منطقة الشمال طبعا أن نظل بعيدين عن تلك الصراعات دي الداخل وبالتالي نعنى جدية الجمعيات حينما يتم برمجة هذه المقابلة كنا نساعد لها نحن كإعلاميين في تيتوان كنا نقوم نحن كإعلاميين في مدينة طنجة بزيرة تيتوان في يوم المقابلة نخوض لقاء حبي في بعض الأحيان خذناه حتى قبل لفيدريدو كنا نلعبوه قبل المقابلة الرسمية التي تجمع بها الفارقين وكنا نعطيه صورة جميلة من جمهور الفارقين لأنه تبدأ انطلاقا من المقابلة الأولى التي يجريها الإعلام تيتوان والإعلام العروسي والسحمد المغارة لا ننسى شي شي واحد كذلك واحد مجموعة نعم يوسف بالإحسن هما مجموعة دي الأسماء وكنا نساعد لها مقابلة اللعبوه مقابلة نستخدم مع بعضنا عاد نمشيوا اللعبوه مقابلة كذلك هما في تنجة نفس الشائكة تكون ضيافة من طرف الإعلام ديالتنجة ونخدوا مقابلة ونمشي ونتفرجوا مع بعض ديالتنا بمعنى كنا كنا نعطيوا واحد صورة قبل انطلاق هذه المقابلة بأننا نحن إخوة غلبوا ساعة ونص ونمشي وبحلنا فيما يخص طبعا السؤال الذي طرحته حول ماذا يمكن لهذه المقابلة أن تعطيه من منتوج من رسائل فعلا هو يجب استثمار مثل هذه اللقاءات ويجب لا أقول أن تسيص الأمور في هذه المقابلة ولكن يجب طبعا أن نصح دي رفية واحد من جموعة ديال المعطيات ديال الجهة لا على مستوى الاقتصادي لا على مستوى الرياضي لا على مستوى الاجتماعي وهذا الدور الذي يجب أن تلعبه المكاتب المسييرة الآن ولا يلحم أرى على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاستشهار أرى عندنا سبونسور موحد الآن تلعبوا به تانجا وتلعبوا به تيتوان هذه إشارات من طرف السلطات بأن كل ما هو اقتصادي داخل المدينة سيدعم تانجا و تيتوان نتمنى طبعا لأننا نجموعة المؤسسات اقتصادية عالمية في هذه الجهة هذه كاملة ويجب طبعا أن يكون هناك التساوي ما بين تانجا و تيتوان في ما يخص هذا الدعم ديال المستشهرين إذن يجب أن تكون هناك رسائل رسائل لماذا لا؟ نشوفه في حالك نشوفه في دول أوروبية أنا نبغي نشوف الرئيس ديال فريق المغرب تيتواني و الرئيس ديال فريق اتحاد التانجا و تركز عليهم الكاميرا وتكون هناك صورة ديال العنق قبل المقابلة كذلك على مستوى اللاعب اللاعبين كي يعملوها المدربين كي يعملوها ولكن على المكاتب المسييرة طبعا أن تحدو حدوة المكونات الأخرى لا الإعلام لا كذلك اللاعبين ولا كذلك المدربين هذه الرسائل التي يجب أن نبتها و من خلالها يمكن أن نقنع بها هؤلاء الشباب الذين طبعا ينشطون في هذه المواقع في بعض الأحيان تكون هناك تعبيرات خارج الصياق أنا أقول للجامع أرى الله يردع لكم أرى في بعض الأحيان نتابع بعض التعليقات تخلوا بالحياة أرى تخلوا بالحياة كلمات مائعة ماجنة ساقطة هل يمكن لذلك الذي دون تلك التدوينة أن يقول ذلك الكلام أمام أسرته أمام أخته أمام أمه أمام خالته إذن هذه الرسائل التي يجب أن نعطيها وهنا دور الإعلام الإعلام نحن نقوم بيواجبنا إخوة في مدينة تتوان كذلك يقوموا بيواجبهم ولكن يجب على الطرف الآخر أن يلتقط ما يقولوا الإعلام تنتقدون أهلاً وسهلاً مرحباً بكم نحن موجودين لأنه ما سيكون لدينا إجماع بطبيعة الحال نقبل الإنتقادات نقبل النصائح نقبل الإرشادات نقبل لأنه نحن كشخصيات عمومية والشخصيات العمومية يرى هنا إشارة المتتبع المواكب المستمع المشاهد الجامع ولكن لا بد أن يكون هناك التقاط للرسائل التي يلقي بها الإعلام الجهوي في طنجاو وفي تيتوان شكراً سي محمد السعالي نحن في هذا الشق هذا في مثال الذي يتكلم به السي محمد ننتقل هذه الإشارات ونرأي شي معك الشق أخر كانت مؤطرة بفئة صورة لا ترى أن هذه فئة الصورة نحييها لكي تكون لدينا واحد الجيل الذي هو رياضي في حالي قل سي محمد في حالي قل سي آن في حالي قلت كمني بكم أن نرى في الدربي الجمهور التيتواني مع الطنجاوي ولي لا بزرع في حالي كنشوفوه في القنوات الدولية من سبب ندر على التخصص ديري في الفئة الصغرية نحن كنوجهوا اللاعبين ديرنا منذ الصغر مش إذا ما من ناحية المباريات وذلك من ناحية الأخلاق ولا تعرفوا ما بين اللاعبين في حالي كنديرو إحنا لما بعثنا صراحة إن كنرسخوا هذه النقطة في الفئة الصغرية وللاحظت إحنا عنا مباريات كنلعبوا بطولة وطنية مباريات كنلعبوا كانت مني أنا كبارين وشوفوا الصغرين اللي كون في أسرار تجي فرقة كبيرة تأخذ من ديك تقتبس من ديك تدريسها لا العفوية وشف لي حديثة اللي كانت تبقى حديثة ملاعبي مع ملاعبي بين طلابا ومغرب تتواني وكيف أشجى من تتوان وقدم له هدية وتعرضوا في أسابة عادية صحيح عنا واحد لعب من فئة صغرى من عندنا استضف جد صاحبهم تيحة تنجا استضفهم في الدار اللعب الصغر المغرب تتواني استضفهم في مارتي بادي باش نقول لك نحن الفئة الصغرى دينا عندهم هدل هدل تيحة تنجا كذلك أنا أتفرج فيهم هدل عمادة كين دلالي مؤطرين تيحة تنجا ساعد ترفوس كين وجدهم تحية وغراء رفع المنتاوي ولوح الأخي أخر بحيدة جاءوا لعبوا ثم لا تلقينا مع بعدياتنا مباراة دازو في جوريا دي بغض نظر على النتيجة كانت جوريا دي كورا مستهوى صحيح أنا كن أكد بأن الفئة الصغرى دينا ما عندها لها جسادة ما دارش الفئة كاملاتكم يعني نقدموا لاشي حاجة نحن كن نلعبوا الدور دينا في هذا المجال كن نحاولون نخرجوا للاعبين ماذا النقطة هذه السعرات بالعكس نحن كن نسخوفين بأن تكون الروح رياضية هي اللي أسمى فاتش هذا كامل ولهذا أنا ما كدبش يعني لعبت بزافة الدربية أنا قلت لك شنو اللي كان موهم عن نحن يويد دوز المباراة في جورياضي ونقدمه مستوى وخامتها ما تخسرت يقدم سي مستوى وخدتكون مثلا نتيجة بغض النادر الفارق يقدم حالد من أن تسمنا المباراة من الحد إن شاء الله يكون المستوى في الكورية يكون عالي لا يوجد مستوى لا يوجد مستوى في الموسم وأنا مؤكد إن شاء الله وخدتكون النتيجة لا يوجد نتيجة ولكن غالبيا نحن معروف تانجة والشامل كامل كتعجب الكورة نتفاجر ببارسة ورينا الماضلية مثلا يكون فرقة مزيدة ولكن بصفة أهم قد تقول بأن المباراة تتفو المستوى تتعطي بالكورة وإحنا كرياضيين وإحنا كرياضيين وإحنا كرياضيين وإحنا كرياضيين وإحنا كرياضيين وإحنا كرياضيين هذا ما يعجبنا تبقى أن المباراة تتفو المستوى كبيرة كي تتفرج لكي تتفرج وإحنا كتبت وإحنا كتبت وإحنا كتبت ولكن كان مستوى عالي في الكورة مخاف المستملاحات وشو عمارة قوزة لك شمال وشعجة وشو عمارة قوزة لك شمال وشعجة وشو عمارة شو عمارة نيسا نساحة مش ندار ماشي انا واك يعرف مين كندار نيسا دائما بسي محمد كان داكي في اللعب دياله بزر كيش نقي تعب حرين لا ما تعرفوا شني غي عملك بالكورة صراحة أنا بعدك هو ويونس يونس أشمير تمرك الله علي يونس كان قنص طوعة اه ما شاء الله عليك كنت نوية كان عن القرى مبينتنا الحار في الملعب ولكن العمارة يونس هنتا بقي كتقول لي عمارة لا صراحة هو كان لعبت ضده فويدات فاس لعبنا ضد البعط ناتي طوان معا ويدات فاس وكان فويدات فاس ومع ذلك في المباراة كنكون نوية مثلا نيديا وذلك شعادي ولكن سي محمد ما شاء الله عليه في الكورة كي ما تعرفوش من باس غي دووز ولا كيش غي ضربه ولا كيش غي مركي هذي اللي كان قوله له ما شئ نقول لهم حيثوا قدامين نقول لهم والناس كاملين يقولوها لأن هذا في الكورة تباك الله مستوى عالي وإذا سمحت لها سي راشيطة واحد الإشارة نتمنى النبو دياني يطلع في الكورة في بطولة المغربية نتمنى أن نجد نداء اللاعبين يطلعوا النبو شوية يلعبوا الكورة لأنه عنده شي موهيبة يفجر في خصوصا كما قال سي أناس كان إمكانيات كبيرة سي محمد كما قال كان إمكانيات كبيرة في بطولة الاحترافية كان بزاف الأمر نتمنى أنه النبو يطلع في فمسي في كورة القادمة نتمنى بطولة ديانا وهذا السؤال اللي غادي هو أناس وعلى ذكر سي محمد قلت لي كان أنا أحسر لي وحناشة حضرت أحد المبارك واتحاد الطاجة مع جمعيات الحالي أعتقد في ملعبتي سيمة وبقي إن شاء الله كي بدخلوها كل الشوت الضغة الحارج جمعية الحالي بقي كي وجد غاسو من الصوت غامتي أنت من أنت من أنت فجأة تاعدة سي أنس باش نرتقي بهذا الكلاسيكو وهذا المنتج ديانا كي قلت سيمة محمد أشيني خسنا نعملوك أنا أفقتك موجهك مناضع لأنه لك من التجارب وديك كمال دي قلت أن اليوم الشبكة العنكبوتية وخنجيب الشبكة العنكبوتية لا تقل من قيمة سي أنس ولا تقل من قيمة سيمة محمد لأنه ما أعطيتون تومة وتعلمنا منك ما يمكنش يجي واحد لفيسبوك أو لوحدة تقنية رقمية وده أبداً وخبرات في الدنسة تماماً واللي يمكن نقول لك بأنه إحنا مارينا في هذه المرحلة أنه تعلمنا مع المجموعة لنا شخصية فضلاء لا في المجال السيء ولا في المجال الإعلام وطلقينا منهم واحد المجموعة لمبادئ بعدك كيف يمكن تحترم نفسك وكيف يمكن تكون محترم باش يمكن لك دقتر في الآخر هذا هو بيت القصيد أنا غادي نجبدوا واحد الكلام قال السي عاليدة بعد وخصوصاً لما ركز على الرفع من المستوى التقني وكيتمنى هو يشوف المباراة في القسمة الأول مباراة ممتازة بواحد الشكل التقني ممتاز وكان نظن أنني أنه واحد من الأسباب إذا مشت ترتفع المستوى دي الكورة دي المغرب هو واحد من الأسباب الرئيسية اللي يمكن يساهم حتى في التخفيف والتقليل من ظاهرات الشغب اليوم أنا كان يمكن لي نقول برأيي أنه خمسة وتسعين في المئة من الظواهر دي الشغب اللي كينا في المغرب نظر عن عدم الفرجة اللي كينا الناس ممكنش أدخل الملعب وكي نشوف الناس بضم وجههم دور على حتى على الملعب كي يسجعوا لي أنهم لو كانوا لو كانوا جمروا مقابلة فيها تقنيات وفيها أهداف وما دخلوا ذلك الملعب على ذلك الفرجة ودخلتين سينما ودورتين من الشاشة ودورتين دهدار مع الناس تدخلت على الفيلم تدخلت على الكورة تدخلت على التينيس لو دك الفرجة غادي تستهويك غادي تضيع أنتنا 95% من دك التفكير لأنك تدخل في مناوشات أو طبعا دي شغلت تلف وكي نتنا الفرجة كينا الفرجة والهدف يمكن يدخل في أي لحظة وواحد اللقطة جميلة هناك نستحضره في واحدة ديربي باش باركة مدحية لألينا بالشيء صابق لا من المسلم لحد من هنا دباجتني هذه القضية دل فرجة واحد الديربي أو كلاسيكو ما بين تيتوان وطنجة بقيا من هذا التنجة ربما سبعة وثمانين سبعة وسبعين وكانت المغرب تيتواني في ذلك الوقت كانت لعب على تطلع حتى تنجة كانت لعب على تطلع وطلعت تيتوان في ذلك الام كانوا جابوا واحد اللاعب اللاحمه من الفتح مصطفى دير الفتح هذا كان واحد من أبرز اللاعبين في المغرب لا بالقامة دياله ولا بالتقنيات دير والخير والغريب هو أنه فضل يجي من الفتح يجينا سجل في المقابلة هذه مع تنجة هدف ضربة ميقاس من الشرطات الاريال كبيرة بقي بقيت عينين الآن والمباراة كملت واحدا واحد والملعب أهلا أكثر ولكن ذاك اللقطة هذه أنا بقي كانت استحضرها إلى الآن وش حال دبا هذي كده وربعين سنة هذي بقي كانت شوفك أنني شفت البارح من الجمالية دياله ولهذا كان طلبوا من المسؤولين ديال الفراق أنهم حين يجيوا يتعقدون مع المدربين يكون واحد البارهم شنو هو شنو المطلوب أنا أطلب مني هذا العام في البطولة وش نطلع وش نبطل لأنه التوحي ممكن ناشي عشين الفراق أو شطاج الفراق يكونوا بنفس الهدف هذا مش يكون خارج الإعادة ديالنا كان الفراق اللي كتصار على اللقب وكان الفراق اللي كتصار على الباقة وكان الفراق اللي كتصار على الوسطة إلى أخير ولكن هذه الصراع ديالك أو الطموح ديالك خصتك تترجمه من خلال مجموعات التعاملات التعاقد اللي مع المدرب اللي قد يمشي معايا في الخط التعاقدات مع لاعبين اليوم كان حسبه المغرب التطولي وكان حسبه جمال دريدف على واحد مجموعات الأمور اللي هي ما توفردش في البداية ديال الموزن هذا أخير جد الأقل اليوم جمال دريدف ولا الوضعية ديال الملعب ولا غياب ديال الجمهور المغرب تطولي بالنسبة للليل وخلوح المجموعات الناس ما غد عجبهم شي إذا بقى في القسمة الأول مش يكون نعمل إنجاز خسن قولوها بصراحة كيف غد تطلب منه من واحد المجموعة اللي هي مفتقدة واحد المجموعة للخصوصيات تطلب منه نتيجة أخرى عالية كيف غد تطلب من جمال دريدف اليوم يدخل المباراة هو مرتاح ويهيأ مقابلة دياله والسيستم دياله بوحل أرياحية هاد يدخل هو بالك يخسر بالك انشب على القاعب وهذا هو الخطر بينما فرق أخرى اللي عند إمكانات والأخي هي كيم كلها تجيب المدربين فلانيين اليوم المغرب تتواني دمشيها جمال دريدف للمرة الثالثة شكو اللي بدي لدي كيف غد يكون هذا الحال بهذه الفرقة والمجموعة للناس هي اللي كتسعان أن الفريق يكون مهدد للنزول خصوصين ثاني فإذا الله يجزيهم بخير أن كل واحد يقوم بشغله وكل واحد والشغول يكون في البداية الموسم كيف أنه الأمل ديالي وكيف أنه مفعله الظروف الأمل بسيط أنا الإمكانات ديالي المادية ما تدعطني شيء ندبز على البطولة هذا منطق مشاهد ذلك السنوات اللي لعبات المغرب تدعط على البطولة توفرت لها دورف الأيام ديالي كان دورف أخرى وعامل آخر لا من ناحية تقنية ولا من ناحية الجرب اللاعبين ولا من ناحية المالية ولا من ناحية الإشهار ولا من ناحية تكتل ديالي السلطات مع الفريق توفرت الظروف كاملة الآن الظروف غيبة ممكن نسيط البقتها من اللازم هذا اللي كنظر كنظر أنه المكاتب المسييرة بالدرجة الأولى تعمل تحاول أنها تخطط في زمن الاحترف تخطط لما هي تريده مستقبلاً ابتداء من الموسم المقبل والمواسم اللاحقة بدون تخطط وبدون وضع لإنسان المناسب في المكان المناسب سنقوم نقدم دائماً الفرجة التي نرى الآن السم محمد نريد أن نرى لاعبين من المستوى اللاعبين القدامي هو تكلم على السم سطافة الفاتح أنا بقي كانت ذكر كذلك محميده أعتقد جبدنا الهدرانوية بقي كان أعقل أنا واحدة الكورة في تسعين يجب دائماً إذا يعودوا للأسف ما كانت شي تصويرها لكي تكون المستوى دائماً وجهتك نادرة تقنية دائماً كان أفوك كلاعب كيف تشوف المستوى في الوقت 25 سنة؟ ودائماً بالنسبة للقاءات كانت تجمع على فارقين بصفة عامة على البطولة أو الفارقين؟ نحن نقلنا في فارقين صراحة في هذا العمل الأخرى كان واحد مستوى كبير لفارقين صراحة كانت واحدة من دائماً وكانت واحدة الفرجاء كانوا أهداف كانت مقابلات في المستوى للديربيات كانت في المستوى لم ننظروا عن دائماً في الفترة دائماً كانت ديربيات في المستوى وكانت قبل عامة كانت صغارين كانت ديربيات في المستوى عالي لأنه كانوا بعض لعبين إسبانيين وكانت تطواني كانوا محترفين فكل واحد على حسب كل جنراسيون فصراحة المستوى قديمة عندما شاهدوا بأن هذه أحد وكانت تاتجان كلام لا يكون لعبين في المستوى وداعا يتقل في المستوى قليل كانت قليلاً فيها هل يتحفظون أنه يجب لعب 5% و100% وكذلك لأنه كانت الانفسية بعد ذلك لا يجب أن تتعامل في ذلك مستوى المدربيات راتي كانت لا يجب الهزيمة وهذا ما يرده بالهزيمة من أجل أن يرده بالهزيمة كل شيء يريده بأنه يريده على صلصة كل شيء يريده وأنه يريده على تعادلات ونحن لدينا تعادلات وهزيمة في الميدان فهذا المفروض على الفريق يريده يريده لأنه يحصل على تحديده ويجب أن يكون النتائج كالدب ومن أن الجمهور يتحمل سيطة لدينا فريق طوانج ويجب أن يجب أن يكون مباراة في المستوى فلا يسمع الجمهور بأنه يجب أن يكون يجب أن يكون ينتظر ويسمعون أن تطواني على هذا الهدرات نحن بأنه يجب أن تكاهنات لا نمشي في الزربي ويقول سيطة محمد دائما لأنه في مرة الضغط سيطة محمد تفضل سيطة محمد سيطة محمد سيطة محمد سيطة محمد سيطة محمد هو يصعب التكاهن مثل هذه اللقاءات الدرمية كما قلت إذا قمنا بعرض كرونولوجي للقاءة الاتحاد تنجا والمغرب التتوني والمغرب التتوني والاتحاد تنجا ولكن سأركز على النقطة وهنا يجب أن تلتقط من طرف مدرب الفريقين لا دريس المربط ولكن سوف نتفق على أن المكاتب المسيّرة ستضع منحة خاصة بريم سبيسيال فهذا المقابلة إما سيكون زايد إما سيكون ضوّل إما سيكون كذا لأن من حق مشروع عن أي مكتب المسيّر أنه يشجع الفريق ديره ويستطيع أن ينتصر ما دم على أن المكاتب المسيّرة ستشغل على هذا المنحة وهو وضع حافظ مدي للاعب أي فريق لكي ينتصر هنا يجب المدربين أن يلتقطون الفكرة دعونا نبدك شيء يلعب تحت شعار عدم تفادي الهزيمة لا رأى كين جمهور كين متتبع وليس غير فطنجة أو فتتوان لكن رأى كين جيل وكين حشد كبير من أبناء الجالية المغربية في إسبانيا في فرنسا في هولندا في بلجيجا في ألمانيا وحتى في أمريكا أنهم يتابعون هذا اللقاء وهنا لا بد أن أشير على أن أبناء الجالية المغربية في المهجر يتابعون هذا اللقاء بروح رياضية عالية خصوصا في بلجيجا في إسبانيا ويجب كذلك أن نحتاج إلى هذا المثال وأن تكون كذلك الروح الرياضية نحن بالنسبة لجمهور ديالتانجة وديالتتوان في متابعتي هذا اللقاء إذن قلت على أنه مادم على أن هناك حوافز مادية بالنسبة للمكاتب المسيرة للعبين على المدربين أن يلتقطوا هذه الفكرة خالنا سنلعب بحيطة بحاضر ولكن نقدموا الفرجة كيف ما كانت النتيجة؟ نقدموا الفرجة وطبع الحال المدرب الدكي واللعب الذي سيكون أكثر تركيزان وما الذي سيقدر أنه يتكون الغالبة إلى كفة هذا الجانب الذي هو الدكي الذي هو أكثر تركيزان وإستعدادا ولكن يجب أن نقدم الفرجة أنا وإنتما رأى في النقاش في الكواليس كنا كنت نقشو على أن اتحاد طانجال المجموعة ديال المقابلات لم تكن فيها النتيجة اللي هي إيجابية ولكن أمتعتنا للقاءات فريق المغرب التطواني أنا في اللقاءات الأخيرة رعمها السلسلات ديال التعادلات ولكن كين لحظات في مقابلات معينة اللي كنا كنشوفوه على أنه مستوى تقني جيد والفريق الذي طبعا تكون له ما يسمى بالعودة في النتيجة ريمون تادا دائما هو فريق لا تخاف عليه واتحاد طانجال المغرب التطواني في لقاءاتهم الأخيرة كانت هناك العودة في النتيجة الآن مقابلة ستنطلق بمعطيات فريق المغرب التطواني بسلسلة من التعادلات فريق اتحاد طانجال بتعادلين وهزيمة طبعا سيكون الشعار هنا هو الفوز في هذا اللقاء سواء من طرف اتحاد طانجال أو من طرف فريق المغرب التطواني وبالتالي يجب على المدربين أي فتحوا اللعب باللغة دية الكويرية يفرجونا كيفما كانت نتيجة أنا أتقبلها بالنسبة لطانجال أو بالنسبة لتطواني المهم أن يستمتع الجمهور وأن نعطي كذلك صورة على كرة القدم في منطقة الشمال طانجا وتطوان ونعسب طبعا على مغادرة الحسينة كنا نتمنى أن تكون ضمن هذا التولاتي على الأقل طانجا وتطوان لأنه الأنظار للإعلامية للمتتبعين الرياضيين داخلها خرج الوطن لأنه تعرف مدى حجم هذه المقابلة بالنسبة للمتتبع وبالتالي نقدموا فرجة للمشاهد نقدموا فرجة للأنصار والمحبين كيفما كانت النتيجة نوصل البطو من طرف من هذا الطرف أو من هذا الطرف وتنتهي طبعا بالروح الرياضية وأتمنى التوفيق للفريقين معنا بدورينا نتمنى التوفيق للفريقين معنا السعالي كالحيب المدربين قد تعادل أحسن نتيجة اللي يمكن نغذيها في الدربية دائما يقول اللهم أن تعادل ولا نهازم في الدربية أو في كلاسيكو هذه قاعدة عند المدربية واش كيتنطبق على اللاعب كذلي وانتو ما في المباريات واش كنتو 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 تخططو أنه واش الربح أو لا هاللعبون نجنوا هادة لازمة والتكاهون ديالك لأنك عافق قريب شوية في كل سعافة وحن حي وكان حي سيحاكم بالصدق بحالة دهب قال لي تتواري ترباح قتلو محبابي وكل رباح صفقون مرحباً، تبقى مرحباً من سبب أننا أولاً التوفيق لنا السيدريس والسيد جامل لأصدقائنا ونتمنون أن يكونوا نجحون في المسارات التدريبية أما من سبب أن النتيجة، أنا لا أكدب لك هي النتيجة ستكون إن شاء الله كما كانت مباراة كنتم كما قلنا، أنا أتمنى أن تكون مباراة في المستوى لأنه لماذا؟ نحن نعرف الكورة، هناك فئة لا تعجبه ولكن هناك فئة فئة قدمت مستوى كبير ولكن خسرت والعكس، كانت فرقة لا تكون لعبت مزيلا ويتربح ماذا ستحدث؟ طبعاً مستوى كبير، لماذا؟ لماذا؟ لأنها مازال بطولة طويلة، مازالتنا في الدورة 19 المباراة دي حطانج ونورتيتوني جاءت في الدورة 19 العكس، إذا كنت لم تكن بقيت مباراة في الدورة أو كلها، كانت تكون حاسية كبيرة لهذا، أنا أتمنى أن يخدموا مستوى كبير وإلا الفرقة التي لم تأخذت شيء لم تكن أخذت شيء دعوه إن شاء الله في مباراة ما هي نهاية العالم؟ أما من سبب التعادل، أنا لا أكتب بش لأنني لم أكن أجب نتيجة التعادل ما هي؟ يقولوا لي كيف تشعر التعادل وكيف يخسر؟ يخسر، بتأكيد لأن الفارقة، إذا رصقتي في اللاعبين لك اللي هاجد بأنه ستتعادل وكيف تخافوا هذه الفرقة، سينار ما ستتخسر لا يكون مركز مئة في مئة، ويقدر يتحف أخطاء ويخسر الفرقة ديوله فلها دي الفرقة مشات لأنك يقول لك، أهساً الوسيلة الدفاع هي الوجو فلها ديولة الوزن، فلها مباراة كانت مباراة صراحة في مستوى، فلها خلقها وكيف تحافظون أن يحبوا الوزن، ويخسروا الوزن، ويخسروا الوزن، فلها أيضاً لأنني لم أكن مستوى في مستوى، فلها أعلم ولكن أرى أن المباراة؟ تعادل، أحد يحسنها أحد يحسن، أحسن نتمنى هو أن النتيجة تكون إما تعدل أو لهزيمة فريق أو التسار نتمنى هو أن الدوس الأجواء الرياضية ونقلوا واحد الصورة جميلة فبما نقول لك أعطيني رأي ديالك كإعلامي متمرس حول اتحاد الطانجة وفي مشوار دياله حاليا أنت هو مع النتيجة أو مع الأداء وعاد سكى هنا في أداء نحن نحية أولا رأيي ليهم أنا في الكلام لقلزي محمد يجب أن يشجع على الكلام هم المكاتب المسيرة التي تعطيه نوع أمان أن المدربين يستغلوا في ظروف التي يقدموا فيها العمل جيد المدربين لا ينسوا شيء المدربين دائما يكون مرهون يجب أن يبحث على النتيجة بل يخسر بل يقول الله لأن صبحت الطريقة ديالنا في المغرب وأن الله ينقل المدرب صبحت سهلة رغم أنه بالعقود وبالبناليته وإلى آخره أصبحت نتيجة قبل ما يجي الجمهوري يسبني اللهم يسب المدرب ونحمل مسؤولية المدرب مع الأسف بالنسبة لفريق تحطانجة يمكن أن نقول أنني تبنعته من البداية الموسمي إلى الآن البداية كانت جيدة جدا وجاء واحد الوقوف توقف ديال البطولة اللي هو توقف مبالغ فيه كان خمسة ولسة الأسابيع ربما ضروح مجموعة ديالفرق ومن جملتهم في قبل ديالتح الطنجة لأنك تمشي في واحد الرئيس معالي نتائج إيجابية وسمعت أن حتى السيد الرئيس كان في واحد الوقت قال لي إياه عنا طموحات على اللقب البطولة وهذا حق مشروع ولكن توقف أثر نوعا ما على المسيرة للفريق التي تعرضت المجموعة النتائج السلبية أخرتان نسبيا وإن كان الآن في المدة الأخيرة بستثناء هذه الهزيمة مباراة أخرى وللنتائج ولحتى العرض ربما نظن بأن المكتب المسير ديالتح الطنجة إذا كان نعمل شي خطأ فهو كان نخطط فالفترة اللي يستغنع لولد البلاد وغير بواحد مجموعة المدربين وحترجع عند ولد البلاد اللي فاز معها بالبطولة والآن ربما الأمور مستقرة في فريق التح الطنجة وكنتمنى لهم في حال اللي كانتمنى للمغرب التطواني مسير موافقة إن شاء الله ونهاية الموسم في هذا الدور وفي المعاكسة ديال الوباء يكون نهاية الموسم مزيانة للجميع نتمنى محمد نعيش وحد تجربة غريبة لاعب ومدرب وحدا نشوف مدريد وكذلك وصيدريس مؤثر عند الفريقين كلاعبين في كلاسيكو وكمدربين تمنى لهم التوفيق كيف يش الفرق بين مدرب في كلاسيكو ولاعب في كلاسيكو فكل حاجة عند الاختلاف ديال لأن اللاعب لعب كتكون كتكون لاعب المقابلة وانتما كتخم وكيف تسجل الأعداف وكيف تفوز بالمقابلة فبالنسبة كمدرب وتحطيت في حد ضرفيا صعيبة بأن نتيجة ربحنا من بوحد الصف وفي حد ضرفيا صعيبة لأن أخذت أنو السيباشير وسترد في دقيقة الأول ديال الشوط الثاني فأخذنا كيف نحافظ على نتيجة والماري التطواني محتاج للمقابلة محتاج لها بش ربحوا لي عنك باشي صعي صالفارو وبخينا هذه المقابلة وحب الضغط كبير الصوت مشاء الجمهور كان في سنية ترامل كان جمهور كبير توقع جمهور لكي صفق السيمون بلان صراحة صراحة الله أخر أغمال هذه موادي صراحة بعدها الحمد لله الجمهور يستقبل مزيان وتعامل معايا مزيان وبالنسبة الفرجة نقل وحنا بنسبة المقابلة هذه فحنا كانت منه الفرجة بانسوغ لأن كل يخصو يتمتع ويتفرج لأن هذا ديربي والتران ما عندمش لعبة فين شي واحد يدير الأعضار على بأن يكون في المستوى ديالو لأن كل شي يتفرج فيك الملعب في المستوى الكبير تحفيزات غا تكون طبيعة الحال المسؤولين يحفظون لأن دائما تكون تحفيزات كبيرة فبحكي محمد كانت طلب لأسي أناس وعلي بأن كانت طلب من المدربين لأن لعب الكورا لا خوف لأن لعب الكورا لأن نحن 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 لعب المقابلة متع الجمهور طبيعة الحال لأن نتمنى الفريق يتحط الجو ولي يفوز طبيعة الحال يصمحوا لنا لأن هذه اللوشيك نتمنى ونتمنى وأن بعدها جو رياضي تكون مقابلة مربوح الجو رياضي لأن الحمد لأن نقل لك بي اللاعبين قليل فينك تقعد يزان سيدون كده خفافين نتمنى وشان نقول لك نتمنى الفرجة شكرا شكرا سي محمد شكرا ديوف كرام لشرف كنا سعداء نستقبل في موقع جريدة لكرونيك وكرة 24 كنت ساعد وحصل لشرف أن نكون معاكم في هذا اللامة شكرا سيد محمد شكرا سي أنس شكرا ونفض سيد 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 فارق المغرب سيد طيب العربي ولا الإخوان اللي كانوا كيشرفوا علينا بالإمكانية صراحة قليلة ولكن الحمد لله طلعونا رجال وطلعونا كمبول الفرقة دينا كنشكر لإخوان اللي اهتحوا لي الفرصة لانتيحة تنجا كان عندي عرض مجيش ميلاكي مشي سمعون نحن عسكر من فرنسا ولكن أنا فدت لعب تنجا لأن صراحة حصل لإشارة في لعب تقدم الجمهور كبير أشكرا بزاف للإصلاف شكرا سيد درسي محمد حكرا مخي تنجيا وانا بدوري أشكرك زاميلي رشيد نعرف تدي محمد نتمنى الله التوفيق لإحنا وعدي السمرارية تمنى الله تكون فيه ظروف أخرى أحسن من الظروف الحالية كذلك شكر موصول لكم بعدها لأن جمعتنا مع واحد المجمو لأن مجلسنا مع بعديتنا نظرا هالظروف الوبائية التي عيشوها تزورنا تواصلنا نتمنى التوفيق للفريقين معان تحت تنجا المغرب تتواني المغرب تتواني واتحاد التنجا أنا بعد شكرك عشيد وشكرا لإخوان كلهم اللي سهروا على هذا اللقاء المتميز أن أختم كلمة ديالي فقط بواحد الترح على واحد الإطار وطني خدم في تتوان خدم في التنجا وخلى صدقات كبيرة وشخصيا من الناس اللي استفت منه من الشيء الكثير وهو المحوم سعى الخلق اللوزاني رحمة الله عليه في هذا النهار ورحمة الله عمر بن نونة الرئيس المغرب تتواني اللي وفات فرمانية في هذا عشر يام الأخيرة رحمة الله عليه وكان استحضر الآن سلسلة من الدربيات وكراسيكو ديالتتوان مع طنجا من السبعينات إلى التمانينات إلى التسعينات في هذا المنبر كان حيي كل الناس اللي ساموا في هذا التاريخ من مسيرين رؤساء مدربين لاعبين لأنهم بالفضل لهم باش وصلنا لهذه اللحظة اللحظة ديال الاحتراف والبطولات والتتويجات فشكرا أن كل هذا الأسماء اللي قزت محمد فبدوري نشكر الإخوان اللي جاء وضيف ديالنا من مدينة يطوان نشكر محمد صامدي الصحافي المحنك أستاذ ديالنا وصير راشيد صغير اللي جاء يفترق تبارك الله لا سير راشيد سأخذ بخطوة ثابتة إن شاء الله سأخذ داع ديال سير محمد وصير سير سير ومن يخلونا في هذا المجل لا ديالنا وكانت مننا كانت مننا أن ديربي يمتع هنا في هذا الأسبوع إن شاء الله نحيد هذا الخيبة ديال النفو اللي طايح في هذا البطول صراحة لأن يغض بيك الحال بأن تشوف المستوى ديال البطول في هذا المستوى دا فمسيني لأن كل شي يتفرج في هذا الكنفين مو را هذه مناسبة للاعبين فرصة لأن كل شي يتفرج فليدك نظرنا أن يقدمنا طبق كروي شاهي إن شاء الله نتمنى ونتمنى الفوز الاتحاط إلى ذلك الحين سي آنس سي آنس سي آنس سي آنس سي آنس عدبنا كل الساعة ليس بخليطه الطريق سي محمد كذلك سي محمد سي محمد سي محمد شكرا حمزة بويه الإخراج وانذكر السادة المسايدة معنا بأن برنامج مباشر سيعود على الساعة الثامنة بدلا من الساعة السادسة التي كفها ونتمنى التنفق الجميع وفعل الله شفحنا عادنا الوابا شكرا لكم شكرا